زيت الزيتون على نوى الطمر معجزة واقوى وصفة على وجه الارضة هترجعكم شباب وهتخليكم في شباب دائم مهما ان كان سنك وسنك فوق السبعين سنة لو عندك مشاكل السنين وصفة نوى الطمر وزيت الزيتون هتحل هالك في خلال 3 ايام فقط ليك والزوجك والمامتك والباباكي وصفة معجزة عمرك في حياتك مع تقداري تستغني عنها نتيجها مبهرة من اول يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا باخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من كنات وصفات سحرية مع مايا النهاردة اخواتي وحبيبي الغاليين جايب لكم وصفة حلوة جدا جدا وصفة فيها كمية فوائد لا تعض ولا تحصى بمكون عايزة اقول لكم ان هو كنز للرجالة والستات خاصة انكبار السن وصفتنا النهاردة حلوة جدا جدا هترجعكم شباب واتغير حياتكم وكمان هتوفر عليكم فلوس ووقته ومجهود نتائجها فعالة في خلال 3 ايام وكمان من اول استعمالها هتلاحظوا نتائج هيلة جدا قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعالي جارشان يسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر اول حاجة طبعا والمكون الاساسي معايا وهو نواء الطمر نواء الطمر فيه كمية فوائد لا تعد ولا تحصى عايزة اقول لكم ان انتو هتندموا نظم ومروكم انتو كنتو بتمرمو نواء الطمر بعد كده مستحيل هترمو تاني نواء الطمر هنعمل بيه وصفتين عايزة اقول لكم الطريقتين اسهل من بعض منكون اصلا احنا كنا بنرميه وبعد ما هتتفرجوا على الفيديو هتجربوا الوصفة مستحيل هترمو تاني انا محتاجة في وصفتي الاولى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فقط سبع حبات من نواء الطمر في الوصفة دي مش محتاجين نواء الطمر ان هو يتحمص او حاجة احنا محتاجينه ناي زي ما هو كده بنخسله كويس جدا وبعدين بناخد منه سبع حبات بالعدد انا محتاجة في الوصفة دي ما نقطرش عن سبع حبات او نقلل عن سبع حبات عشان الوصفة تبقى مظبوطة معنا وتدينا نتائج حلوة جدا وسريعة بعد ما هناخد خمس حبات بالزبط من نواء الطمر هنبدأ نحط عليهم معلقة صغيرة من المكون ده وده رخيص جدا جدا متوفر في جميع البلاد كمان تقدر يتجيبيه من عند العطار عايز اقول لكم لما بيضاف على نواء الطمر بيدينا نتائج سريعة جدا جدا في الوصفة بتاعتي هنبدأ ناخد معلقة صغيرة من القرفة او الدارسين القرفة هنا هتكون مطحونة طيب لو انا مش هحط قرفة قرفة مطحونة وهستخدمها اللي هي الخشبي هنبدأ ناخد نص عود من القرفة الخشب وهنبدأ ان احنا نحطه او عود كامل مفيش فيها اي مشكلة يا اما نص عود لو العود كبير من القرفة الخشب يا اما نص عود ولو انت عندك قرفة مطحونة مفيش فيها اي مشكلة هنستخدم القرفة المطحونة بعد كده حبيبة قلب الغالية هنبدأ نستخدم وعايز اقول لكم كمان ان الوسط دي مش بس لكبار السن الوسط دي تنفع جدا للشباب من سن خمستاشر سنة لطالع هلوة جدا جدا كمان لو انت عندك معدية تلاتين سنة ممتازة لكي هتبدأي تاخدي خمس حبات بالزبط وبالعدد برضو من القرنفل او المصمار هنا القرنفل مش هنحطه مطحون القرنفل هنحطه زي ما هو كده بالعدد يعني خمس حبات بالزبط قرنفل او المصمار خمس حبات بالزبط اخر حاجة بقى هنحطه معي معلقة صغيرة من القهوة وانا محتاجة هنا قهوة تكون غمعة طبعا القهوة اللي عندي فتحة شوية دي كان متوفر عندي حاليا لكن انت لو عندك قهوة غمعة يبقى افضل جدا هنحنستخدم في الوصفة دي قهوة غمعة بعد كده هبدأ ان انا اخد عليهم كباية الا ربع فقط من الميا لان انا محتاجة الوصفة معايا تبقى مركزة وتكون تقيلة شوية فهبدأ ان انا اخد كباية لربع شبه ميا عادي زي ما انت شايفة كده بالشكل ده مش هنقطر عن كباية الا ربع بالزبط في اي كمكة او في اي قزرولة او اي حلة صغيرة تقدر ان انت ترفعيها على النار بنبدأ ان احنا نعمل ايه بقى عشان وصفة تكون معانا مظبوطة هنبدأ نرفعها على النار اول ما هتقلي هنوطي النار ونخليها على شعرة نار هادية جدا جدا هنسيبها بالزبط 10 دقايق بالزبط وبالعدد على نار هادية جدا بعد الغالي ويفضل ان احنا نغطيها واحنا بنغليها على نار هادية عشان فوائد المكونات اللي احنا حطناها ما تطلعش معها البخار لانها فيها زيوت طيارة هرفعها على النار وهجعلك تاني زي ما انتم شايفين اخواتي وحبايب الغاليين احنا غلناها وخلناها 5 دقايق عشرة دقايق على نار هادية جدا بقى عندنا الماء السحري ده انا عايز اقول لك ان انت يا ست الكل في البيت هتبدأ ان انت يفضل تنقعيهم معه بعض وهو لسه نوى الطمر محطوط فيه لمدة 30 دقيقة وبعد كده هتبدأ تصفيها انا هصفيها قدامك بس انت في البيت يفضل ان احنا ننقعها لمدة 30 دقيقة قبل ما نصفيها علشان نوى الطمر برضو يقعد اطول فترة ممكنة منقوع مع المكونات بتاعتي بقى معي الماء السحري البسيط اللي هو ما كلفناش اي حاجة عايز اقول لك للشباب للسيد سيدات للرجال لكبار السن خاصة كبار السن عايز اقول لكم الماء دي سحرية وكنز ربان ان شاء الله عظيم نتايجه ان شاء الله هتبقى فعالة معي بعد كده هنبدأ ان احنا لما هنسيبه منقوع مع بعض المدة 30 دقيقة الاول قبل ما نصفيه المفروض ان هو هيبقى برد معي او بقى دافي على الاقل هنبدأ نجيب زيت زيتون بكر اصلي يفضل طبعا يكون نوعيته كويسة وهاخد من زيت الزيتون معلقة صغيرة وهبدأ ان انا اقلبها كويس قوي على مية مغلي الاعشاب مع نوى الطمر كويس قوي عايز اقول لكم ريحتها ممتازة ريحتها حلوة جدا جدا وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض بعد كده هنبدأ نركلهم مع بعض 30 دقيقة كاملة يعني هم هيتسيبوا لمدة ساعة كاملة بعد الغلي 30 دقيقة والمكونات موجودة لسه فيها وبعد التصفية وبعد ما نحط زيت الزيتون هنسيبهم 30 دقيقة تاني قبل الاستخدام بعد كده هقولك هتستخدميهم ازاي وازاي الطريقة الصح وازاي هيجيبوا معاكم نتايج في خلال في اقل من 3 ايام ان شاء الله تعالوا نبدأ بقى في وصفتنا التانية عشان اخر الفيديو هقول لكم هتستخدموا الوصفتين ازاي الوصفة التانية هنحتاج فيها نوى الطمر لكن هنحتاج نوى الطمر بتاعي يكون متحمص يعني نوى الطمر بتاعي بيبقى ناية كده بنبدأ ان احنا نحطه على الفئ الفرن يبدأ ان هو يطحن يبدأ ان هو يتحمص ويتحمص ويبقى بالشكل ده حتى لدرجة ان انت لما تيجي بصي تلاقي اني حبة نوى الطمر بتتقسف معاك بسهولة وتبدأ ان انت تستخدميها وانا بالنسبالي بعمل كمية كبيرة من نوى الطمر وبحمصه وبطحنه عندي لان ما اقدرش استغنى عنه وهتتفاجئ لما تعرفي هتستخدميه في ايه وفوائده هتبقى معاك عاملة ازاي هنا او ممكن تجي بفويل وتحطي فيه النوى الطمر وتقفل الفويل وتحطيه على عين البتجاز لو مش هتستخدمي الفويل هنا برضو نفس الموضوع هنبدأ ناخد ادي واحد واثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ولو انت تحن كمية كبيرة من نوى الطمر هيبقى معاك معلقة كبيرة من مطحون نوى الطمر هتستخدميه هبدأ ان انا اطحن سبع حبات برضو من نوى الطمر يكون زي ما انت شايفة كده متحمص هطحنهم وهرجع لكو تاني في اي مطحنة موجودة عندك بعد ما تحنوهم بالشكل ده هنبدأ ناخدهم مطحونين زي ما انت شايفة كده وبقى لونهم اسود زي ما انت شايفة كده وقدوني معلقة كبيرة من مطحون نوى الطمر بعد ما حمصناه كويس اوي بعد كده حبيبة قلبي هتبدأ ان انت تحطي على معلقة من نوى الطمر المحمص هنحط عليه معلقة هرمية كبيرة من الزبادي او اليوغورد وهنبدأ نقلب الزبادي كويس جدا عليهم عشان يديني زي ما انت شايفة كده شايفين الجمال حاجة كده في منتهى الجمال والروعة ولما هتستخدميها خاصة كبار السن ممتازة جدا ليهم الشباب الصغيرين هتستفادوا منها اوي اوي هنبدأ ان احنا نقلب الزبادي كويس جدا علي نوى الطمر لحد ما يتقلبوا معايا بالشكل ده بعد ما قلبناهم كويس اوي عندنا نوعين من الزيت طبعا زيت الاساسي معايا في الوصفة بتاعتي هو زيت الزيتون هبدأ اخد معلقة صغيرة من زيت الزيتون بالله عليك يا حبيبة قلبي ما تنسيش تعميه لايك للفيديو الله يسعد قلبك يا رب ويشاير الفيديو عشان ان شاء الله كل اللي هيجرب الوصفة هيدعي لك دعوت خير والله يبرك لكم يا بنات ما تنسوش يصالوا على سيدنا محمد في الكومنتات خلينا كلنا نكسب حسنات الله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب هنبدأ ان احنا نقلب زيت الزيتون كويس جدا على الكريم بتاعي لحد ما نحس ان زيت الزيتون مش قابب لبرا يعني ما فهوش آآ يعني داخل جوا المكونات كويس اوي بعد كده هبدأ ان انا اضيف على الزبادي ونوع الطمر وزيت الزيتون زيت اللوز الحلب هاخد معلقة صغيرة برضو من زيت اللوز الحلب وهقلبهم برضو معايا على قدر ما انت حط زبادي في الوصفة على قدر ما هتلاقي نفسك آآ الوصفة دي بتوعود معاك اكتر من اسبوع في التلاجة ما بتفسدش تماما لان نوع الطمر بيكون مادة حافظة آآ ما بتخليش ان الكريم معاك يبوز بسرعة وممكن كمان يقعد معاك اكتر من اسبوع ممكن يقعد كمان عشر ايام ما يفسدش معاك خلص بعد ما قلبناهم في اخر حاجة بقى همحطها مع بعض ويبقى كده خلصنا الوصفة التانية بتاعتي والوصفة زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة وعايز اقول لكم حاجة كده ان شاء الله بازن الله تدعولي دعوة خير عليها هبدأ اخد اخر حاجة بقى هنحطها مع بعض وهو باسم الله مع علاقة هرمية كبيرة من النشا او الكورنفرور اول ما يزينا هنبدأ نقلب النشا هلقوا معايا بقى اول ما هتقلب النشا هيبدأ ان هو يتقل معاك خالص وهيبقى معايا بالشكل ده بكده الكريم الروهيب بتاعي بقى جاهز وهيه هقولك بقى تحتفز بيه ازاي وكمان هتستخدميه وهتستفادي منه ازاي شايفين جمال الكريم حاجة في منتهى الروعة وبكده عملنا سيروم هايل جدا جدا ماء سحري وعملنا كريم وتاعي اقولكم هنستخدم الوصفتين ازاي اول حاجة بايا ست الكل عايز اقولك عدي كمية الفوائد اللي في خلال 3 ايام هتحصلي عليها بالسيروم او الماء السحري ده ولو انت كبيرة في العمر ومعدية 60 سنة او دخل على الاربعين سنة عندك حاجة و30 سنة ودخل على الاربعين سنة او شابة صغيرة هتستفادي بكذا فايدة في الماء السحرية دي اول حاجة الماء دي في خلال 3 ايام فقط لو شعرك كله ابيض ومتقطق شيب هيخفوهولك وهيزبغلك الشعر الابيض اسود بلاك في خلال 3 ايام فقط لو انت شعر الكل واقع وبتعاني من تساقط الشعر وعندك فراغات هيبدأ يملهالك لان احنا حطين نوى الطمر مع القرنفل وكمان مع الارفة وزيت الزيتون والقهوة من اقوى المكونات لعليك شيب الشعر لانبات الفراغات اللي بتعالج تساقط الشعر تكسيف الشعر لو انت بنوتة صغيرة وما بتعانيش من شيب وعايزة تدي كسافة وطول لشعرك هتستخدم الماء السحر ده لو للرجال وعندكم شعر في اللحية شايب وعندكم كمان فراغات في اللحية او فراغات في الشعر عايزة اقول لكم الماء السحري ده كنز رباني عظيم نوى الطمر من الحاجات اللي لو تحطت في كف اليد بتنبت شعر فيها وعايزة اقول لكم كمان ان ينقوى الطمر مع الوصفة دي بالزبط تركيبة هيلة جدا جدا لعلاج جميع مشاكل الشعر شيب تساقط فراغات عدم طول عجز طول شعر مشاكل في فروة الراس عايزة اقول لكم رهيب احلى حاجة فيه كمان ان هو خفيف على فروة الراس بتستخدموها بدون غسل بنبدأ نستخدم الماء السحري بتاعي ده ازاي اولا الوصفة دي بدون غسل زي ما قلت بتبدأ تحطوها عندكم في بخاخ وبتستخدموها لمدة 3 ايام متواصلة مرتين في اليوم بنبخ على فروة ارضية الراس نفسها لان هي بتعالج ارضية الراس وبتبدأ ان هي تنبت فراغات فروة الراس وتبدأ ان هي تعالج الشيب من جدوره بشكل طبيعي كمان بتبدأ ان هي تدي كسافة وطول الشعر بنبدأ نقسم الشعر ونبدأ ان احنا ندلك فروة الراس بيه كويس قوي وبنسيب الماء السحري ده على شعرنا بنيجي بالليل نرشه برضو بنبدأ ان احنا ما نخسلش الشعر بيه الماء غير تاني يوم تمام وما بنخسلش الشعر بالشنبوغل بعد 3 ايام يعني لازم الماء دي تبقى موجودة في الشعر واثارها موجود في الشعر لمدة 3 ايام متواصلة عشان الوصفة تجيب معانا نتيجة بعد كده بتستخدموها مرة كل اسبوع بنبدأ نرشها الصبح وبالليل مرة في الاسبوع وبنستمر عليها مرة في الاسبوع لمدة مرتين وبعد كده بنبدأ ان احنا نخلي نقصر المدة شوية نخليها بعد كده نزود المدة شوية نخليها بعد كده كل 15 يوم بعد كده بنضوم عليها مرة كل شعر اتفرجوا ويجربوها قدقي نتائجة فعالة واسألوا على كل مكون موجود فيها قدقيه فعال جدا جدا في انبات الشعر وتكسيف الشعر وعلاج الشي جينا بقى على الكريم المعجزة ده شايفين جماله؟ عايز اقول لكم بينفع جدا جدا للشباب الصغيرين بس تعالوا لي بقى لو انت حبيبة قلب الغالية عندك 60 سنة 50 سنة كبيرة في العمر عايز اقول لكم الكريم ده من الحاجات الفضيعة اللي هتستخدميها ككرسي كامل لمدة اسبوع ولو وشك كله مجعد وكبيرة في العمر وعندك تجعيد في الجبهة تجعيد تحت العنين تجعيد حوالين الفم عندك اسمرار ولو انت بنوطة ومعندكش تجعيد وعندك تصبغات جلدية وعندك سواد السنين واصار حروق شمس وسواد حوالين الفم عايز اقول لكم الكريم ده معجزة حرفيا كولاج خام لشد التجعيد وكمان بيبدأ ان هو يحارب الشيخوخة بنبدأ ان احنا ندهن الكريم معايا بالشكل ده حاجة كده في منتهق الروع وبنعمل مساج على التجعيد خاصة تجعيد الرقبة والجبهة وحوالين العنين والفم وبنبدأ نعمل تدليج بالشكل ده وكمان هيديكي نظارة رهيبة وتفتيح فوري هنبدأ نسيب الكريم على البشرة 30 دقيقة وبنستخدم الكريم يوميا لمدة اسبوع كامل وبنستخدم الكريم او المسك بالليل مش بالنهار ونستخدمه بشكل يومي ككرسي كامل بنغسل البشرة كويس جدا بغسول يكون مناسب وهي حاجة حلوة كده مناسبة لبشرتنا بعد ما بنستخدمه ما بنخرجش في الشمس بعدها يعني بعدها بساعتين ممكن تخرجي في الشمس بعد ما بتحطي المسك وتفربي لو عندك تجايت هتختفي عندك تصبغات هتختفي عندك شحوب وعدم نظارة ببشرتك هتبدأ تتشال وهيديكي نظارة وتفتيح حيل الوصفة دي ودي تنفع جدا ومناسبة جدا للرجال وتنفع لصغار السن والكبار السن خاصة يا رب اكون قدرت اقفتكم الله يسعد قلوبكم ما تنسونيش في دعوة خير وكم انت حلو منكم ولايك قبل ما تخرجوا اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته